السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في القناة. برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. ويبقلك لو انت لست جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل اشتريك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لمواليد برج السرطان. ان شاء الله. اه نبدأ مع برج السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اه طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. اه مهمين جدا كما مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاطفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ سقطين. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاعه وعارف حالته. وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف التاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سليمة معي بالنسبة جيرة جدا يعني. نفجأ بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان. وهي هقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول يا برج السرطان انت تعبان افضل. آآ طاقتك سليمة معي الثري اوف سورج. آآ انت تعبان قلبك موجوع. ممكن بعضوكو حاسس بغادرة حاسس بخيانة. آآ بالنسبة للمتزوجين انت فترة فيها تعب كبير جدا عليك. آآ مش بس تعب قلبك ووجع قلبك. لأ انت كمان حاسس بطاقة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت فيه حمل آآ فيه هموم. فيه معاناة عندك. فيه حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز تتخلص منها. آآ فيه مشكلة عندك. المشكلة دي مش بتنيمك. يعني انت على طول تعبان آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئولات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب معاقف او حاجات حصلت معاك. ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص النحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين. انا شايفة اللي بعد كده انت فيه عندك بيت تعيز عندك سعادة. عندك آآ حبيب آآ بيعتذر لك بيقولك ان هو بيحبك آآ ده اللي موجود في الصفا بتاعتك. الطاقات اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة طاقة هوائية نارية ترابية ومائية. الابراج اللي موجودة معك في الكراءة معك برج الكوس الحوت الكوس والحوت والحمل والعزراء والاسد والجوزاء. آآ دي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة ودي التاقات. التاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة. المهمة الكراءة نفعها. نبدأ هتكون الكراءة عبارة عن ايه? انت تذكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالك في الوقت اللي احنا فيه. آآ 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 تذكير طرف التاني فيك. او تجاه العلاقة. نويات جاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفة آآ يعني الكروت بتوعك آآ اول كارت اللي هو كارت الزواج. آخر كارت 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 الانفصال او الصلاة. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف ان ك مع شريك بيفكر كده. ما بين انك تستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده آآ اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في آآ في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان آآ استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية. ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاتنين دول. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التاني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان آآ آآ تخليها تمشي لقدام آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن آآ بنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف الثاني. شايفك كمان ممكن تكون آآ مستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غالب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضكم في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضكم حايفة ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن. ده لبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف الثاني آآ فيك ايه او في العلاقة? انا شايفه بيشوفك يعني آآ كارت الماجيشن هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ آآ يعني شخص جذاب وجميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر يعني آآ توصل العلاقة آآ لشكل افضل. او ان هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخاذع. آآ كمان تفكيره من ناحيتك كعاطفي زيادة عن اللزوم. انت تلاقيت لك في القراءة مرتين. يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو اللي اتنين تفكيركو كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسكيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك تجا آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان اه هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقول لك على حاجة ممكن لبعضكو انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مسلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معاه هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي هو ده اللي انا شايفاه آآ آآ الشخص ده آآ في حب كبير لي جدا وبعضكو لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس فيه زعل بينك وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك عايز يتكلم معيك عايز يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاعة تجيله فرصة آآ من ناحية نوايات الجاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات الجاه العلاقة حلوة جدا آآ نوايا يعني اول حاجة يعني انا شايفة لتين فقط هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة تبقوا انتو اللي تنموا بسوتين وعندوكو بيت واسرة واطفال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلمية بتاعه آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك دي نظرته ليك او دي نوايات الجاه العلاقة انتو اللي اتنين تكونوا متحدين جوه بعض آآ وشايفة كمان في نوايات هو ممكن يكون بيرجأ لربنا كتير بيري يا ربنا كتير انكوا تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت كتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك عايز يحقق معيك انتصار عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نواياك ويسك جدا في جاه العلاقة آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية لا هو في عنده مشاكل ثانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده يعني انت شخص آآ آآ تعبان مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة آآ مصير العلاقة آآ شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بصه هي القرار ممكن تكون عاكسية بس الطرف الثاني آآ تفكيره من ناحيتك كده ممكن انت برج السرسان تاخد قرار متهور ممكن تكون بتشك في حاجة آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي يسيب العلاقة دي وآ ويمشي وهيحس ان هو آآ كده تمام آآ كده هو سليم آآ كده هو بيعمل الحاجة الصح كده هو حقق انتصار لنفسه آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف الثاني لكن في حد هيعمل كده آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه يعني هينزوي مع نفسه يفدل يفكر في كل حاجة يعني مش بشكل انطوائي لأ آآ بشكل اكتشافي اكتر يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير آآ مراجعة حسابات آآ مراجعة اخطاء حاجات من النوع ده ده اللي انا شايفية في مصير العلاقة عايزة اتحب لك كارت تاني لمصير العلاقة مع مش بسم الله الرحمة 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 مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان آآ آآ او هو الشخص ده آآ حذر من حاجة او انت يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق هيبقى عنده تخوف من حاجة هيبقى خايف آآ بيزبات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي آآ شايفة في تخوف آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف آآ الشخص ده حذر او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج يا برج السرطان ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش آآ مش فاقة مستمرة يعني طب النصيحة بتاعتك آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك آآ يعني آآ حاول انك تجغل نفسك وبعد عن التردد آآ انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهام عندك كفر كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فاطارو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها آآ وبعد عن السلبية وانك آآ تبوصل نفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني المجني عليه آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فإجاد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بزداد على المستوى المادي آآ لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية. يعني انا شايف انت ماك شخص بيحبك شايفة الاسف انت كاذا انت عندكم فرصة كمان ممكن تكون عندكم آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي. لكن في نصحتك انا شايفاك في بعيد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدم بيتحسر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة. ابعد عن التذكير ده او التذكير في وجود صرف ثالث عن اوهام كتير في دماغة. لو بعضكم عنده علاقات كتير آآ يبعد عن ده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة انتهت. بتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق. آآ ما تنسوش اللايب والشير والسابسكرايب. آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازلين دلوقتي. برج السرطان بالنسبة للعازلين. هنقول مع بعض هتكون القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي نستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك. آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص. ايه تذكيره? آآ تجاهة او تجاه العلاقة. ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة? ايه مصير العلاقة مع الشخص ده? وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. آآ هقولي طاقة بتاعتك الاول برج السرطان. انا شايفك يا برج السرطان. بالنسبة ليه اللي عايز يبين? والغير مرتبطين. انت حاسف انك في وضع متكثف. انت مقيد في وضع معين. الوضع ده تعبك جدا. وانت مقيد فيه وعاية وحاسس انك مش عارف تخرج منه. آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحس بمثلا يعني هنا ممكن تقولي حاجتين. يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستطرة بشكل يرديك. آآ لكن انت متكثف ومش عارف آآ انت متكثف ومش عارف آآ يعني الموضوع خارج عن ايدك. او انك تكون بتتعامل مع شخص متدوج آآ وانت برضو متكثف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك. آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت. القرار عند الشخص تاني. آآ ده بالنسبة للعايز بين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية. يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القراءة قديني. في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم. يكون في علاقة ثلاثية. آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصص على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل. وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون فيه شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك. وبيحاول يبينلك حبه بس انت مش شايف كل ده. انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية برج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يحصل الارتباط آآ بيبص على كين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه. آآ لكن اللي بعد كده لزا ثور بيقول لي انك انت في تغيير جزري هيحصل في حياتك. يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات. هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطئ. آآ فانت في تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية. ان انا كريمي على الناحية العاطفية. آآ في تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن. في علاقة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار. آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الطفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او آآ يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت. هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت. لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا في بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده. حتى لو مكنتش تعرفه علاقة عاطفية. بس انت شفته قبل كده. او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني. آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات. التقاطي اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معك كتير والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو آآ والمقية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الخوز والآآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شكلكم ستتعاملوا مع اشخاص آآ ابراز مائية كتير ونرية كمان. آآ وبرج الكوز كمان. عايز نبدأ افكراه او هنقول انت ايه او كده انا شايفة في الوقت الحالي انت واقف مستني. انت حواليك زي ما قولت في الطاقة بتاعتك انت فيه نس بتبص عليك انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك آآ نس تكون حواليك معجبين متلا ناس بتحبك لكن انت في حد معين هو اللي باصس عليه. باصس عليه ومستنيه يجي لك. مستنيه يخد قرار. مستنيه ان هو يتكلمك. شخص ده انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف الثاني لك. آآ فيه حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في آآ في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني. آآ لكن انتو ممكن تكون تكون مع الشخص ده. ثواني بقى. آآ انت ممكن تكون مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة. او آآ انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة. انا شايفاك في الآخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخصك وانت انت انتو الاثنين بتحبوا بعد. ممكن يكون في آآ طرف ثالث آآ ثلاثة ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لتبعاد من النقو. آآ لان القراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر قولها دلوقتي. آآ طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه. آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة انا. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. اي انتن بقى الطرف التاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بقى. يعني فيه طرف تلت يعني فيه طرف تلت. آآ عنده حيرة كبيرة جدا. آآ مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره. آآ ممكن تكون بتتعاني مع شخص من بورجينيري. او السراثون او العرب. او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة. آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي. آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. آآ يعني هتروح مسلا فيها. يعني فيها مسلا ايه? آآ آآ هو خايف على قيم على العادات على فقاليد. لكن فيه عندكم نهاية لشيء في تفكيره. هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة. وهو ده اللي عملي يفكر فيه. آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا. آآ شايفة فيه بينكم تواصل روحي في تفكير قوي بينكم وبين بعض. آآ هو حاليا بيحاول يستشفي بيحاول آآ يعني يخرج من الوضع ده لان انا شايفاه هو في مقزة كبير جدا. آآ هو لازم آآ عشان يجيلك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي. او بعضكم تكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل. وهو مش قادر يقرر. يعني ده تفكير الطرف التاني. لكن انا شايفة غالب على القراءة قوي طرف تابس على فكرة. الشخص ده بيحاول يوزن اموره. آآ بيحاول يهدى. ممكن يكون بعد عنك للسبب ده. لبعضكم ممكن يكون بعد عنك. وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان. علشان يقدر يعني يرجع لك بالداية جديدة. لان هو هو في الوضع ده هو متقطع. يعني هو مش عارف. مش عارف الصرف ازاي. آآ مش عارف ياخد قرار. مش عارف يعمل ايه. آآ ايه نوايات الجهة العلاقة? انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب. يعني هو ناوي يتعامل مع حبه ليك بحكمة. آآ يكون آآ هادي عائل راسي مش عايز اي تهور. آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه. يعني الكنجو في صفت آآ آآ ده ملك الكؤوس فهو شخص آآ يعني آآ يعني بيحبك لكن هو آآ آآ تقيل شوية. يعني مش مش هتمشيت. يعني مش مش هتمشيت تجاه العلاقة. بيهايقعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلم حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير ليك نوايات جاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة ان هو يعمل لك يعني هو مرتبط بيك وهو منجزب لك على فكرة وبيشوفك نا يعني شخص مناسب ليه. انت اكتر شخص آآ مناسب ليه. آآ لبعضكو انتو فعلا متبعدين ممكن في الفترة دي لان انا شايفة فيه كارثين يدلوا على تواصل روحي بينكو قوي. ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو يعني هو اللي بيبعث لك في الصوقة دي لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير آآ بعضكو ممكن فيه اختلاف بينكو وبين بعض آآ لكن انا شايفة ان انتو هتتجاوزوا المرحلة دي. هو كمان نفسه في نوايا يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه. يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتصرف في العلاقة دي. يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتو فيه ده آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي او هو اللي يجمعكو ببعض. ثاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينكو دي. يعني هو سيبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة او عنده قرار. لكن هو في عنده حب في بينك وبينه تواطر روحي. شايفك حد رائع ومناسب. وفي الاخر هو سيبها للقدر. آآ مصير العلاقة. انا شايفة في مصير العلاقة آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده. بقى له فترة. انا انا شايفة كمان طاقتك انت مقيد ومتكتفة علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في اللي بعضكم آآ هيكون في عنده آآ عرض آآ عرض حب جديد. وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. واللي بعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لان انا كتجاي للزهنجد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفت وهيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية برجة سراثون. آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة في عندك عرض حب وفيه ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي. آآ برج السرطان. آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مسلا كتير قومي لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة. آآ او في علاقات للبعض مسلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي. ويحصل ده بشكل سريع. آآ اصدروا بيقول لك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعد شوية يعني رومانسية. آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة. لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد. انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ طلع مش حب وتمشي. او الطرف التاني آآ يسيبك ويمشي. فدايما آآ فيه حاجة غلط بتحصل في العلاقات معك. ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتميل للعاطفة بشكل متسرع. او انك انت مش بتقدر تختار آآ سوق امروحك بشكل كويس او بشكل سليم. ده بيخلي علاقات معاك آآ يكون ناتجتها الفشل. فمسلا يعني خليك دايما متوازن. آآ ما بين آآ قلبك وعالك. كمان بعضكم لو انتو كمان رجالة بالذات يعني آآ بلاش مسلا آآ السرعة في العلاقات. آآ تعدد في العلاقات. اللعبة مسلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد. آآ وفي الاخر مسلا الشخصين دول بيمشوا. يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين. او انت بتتبه حد على حتيب حد. فده بالنسبة للنصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبرج السرطان في الوقت ده. آآ القراءة انتهت. آآ قراءة بقاياسكو كويسة. آآ آآ شايفة يعني في بوادر لارتباط او العلاقة. آآ آآ ما تنسوش اللايك والشير والشايف